السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفاصيل وفاة ابن الفنان المصري حسن يوسف غعب ثم انتشل فاقد للوعي إليكم التفاصيل فوجعت الأوساط المصرية فجر اليوم الأحد بخبر وفاة الشاب عبدالله نجل الفنان المصري حسن يوسف من زوجته الفنان المصرية شمس البرودي غرقا أثناء سباحته في إحدى قرى بالساحل الشمالي في التفاصيل أكدت عضوات مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنانة نيها العنبار أنها تلقت خبر وفاة عبدالله ناجل الفنان حسن يوسف موضحة أنها توجهت إلى المستشفى العالمين التي نقل إليها الجثمان كما أكد الفنان أحمد سلام عضو مجلس الإدارة الخبر وفقا لوسائل الإعلام المصرية محلية ومعه الدكتور أشرف زاكي وتبين أن الشاب وصل المستشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى في حين تم إداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث كما ذكرت الكشف نقلا عن مرافق المتوفي في استجواب الشرطة أنه كان يسبح في الشاطئ بإحدى القرسية حياته مختفى تحت الماء إلى أن أنتشل الشاب الراحل عبد الله يبلغ من العمر 35 سنة وهو الإبن الأصغر للفنانين الشاهرين للنجمين أربع أبناء هم ناريمان الكبرى ثم عمر الذي دخل مجل تمثيل والإخراج مؤخرا ومحمود ثم عبد الله الأخير الذي يصفونه بالإبن المدلل وآخر العنقود أما الراحل فدرست طيرا في أوكرانيا ثم عاد إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت كما أنه لم يدخل الوسط الفني أبدا أن وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار المصرية تنقلت الخبر منذ ساعات الصباح الأولى وسط حزن كبير ألم بالوسط الفني المصري هنا سنكون وصلت لنهاية الفيديو كانت معكم قناة فاتتي شانيل فضل نوليسة أمراً لايكوش تيراكو سفي الجارس وشوصلكم دعين بالجديد ومع السلام ترجمة نانسي قنقر